بعض الناس الحقيقة بيدخل في الصلاة لا يتذكر منها شيء ولا يعيد صلاته ولكن هو لم يستفيد بصلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد اللي يصل للصلاة لا يكتب له إلا عشرها ويصل للصلاة لا يكتب له إلا تسعها ويصل للصلاة فليفصل لها نصفها ربعها وليس من صلاتك إلا ما عقلك منها ولذلك كان نبي صلى الله عليه وسلم كانت قضاءته فصلا يعني إيه فصلا في الصلاة يعني ما يقرأ الفاتحة كان بفصل يعني يفصل بين الآيات وبعد يقول مثلا الحمد لله رب العالمين ثم يسكت قليلا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه القراءة الفصل لها حتى تتأمل وحتى تعيش مع المعنى لأن هذا الخشوع هو الذي يحقق فائدة الصلاة وهو الذي يحقق سواب الصلاة ليس من صلاتك إلا ما عقلك منها وربنا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يعني اللي يخشع في صلاته هي كبيرة إلا على الخاشعين يبقى الذي يخشع تكون الصلاة عاونا له على الحياة